لما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن ذهب ملك الوحي وبعد أن أوحى الله إليه بالإجابة التي يجيب بها السائل عن الرجل المتضمخ بالطيب ويريد العمرة قال أين أراه هذا الذي سأل فأتي برجل فقال اغسل الطيب الذي بك ثلاث مرات يعني لينقي نفسه من الطيب وانزع عنك الجبة لا تلبس ملابس كالجبة أو السياب التي فيها مقيط أو محيط واصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك قلت لعطاء أراد الإنقاء حين أمره أن يغسل ثلاث مرات قال نعم يعني أمره أن يغسل ثلاث مرات لينقي نفسه من الطيب لأنه لا يصح للمحرم أن يكون متطيبا لكن هناك أثر للطيب قد يبقى دون أن يتطيب حالة الإحرام يعني المحظور أن يكون الطيب في حالة الإحرام لكن لنفترض أن إنسانا اغتسل وتطيب وبعد أن تطيب راح يحرم وبقي أثر الطيب عليه لا يضر السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها تخبر أنها كانت تطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم وكانت تطيبه بعد أن يتحلل من الإحرام بعد أن يرمي الجمر ويحلق ويتحلل ويلبس ملابسه العادية حتى يطوف بها أيضا لا مانع أن يتطيب إنما المحرم والمحظور أن يتطيب الإنسان حال أحرامه فهو كان يسأل عن رجل يريد أن يحرم بعمره وهو متضمخ بالطيب فقال له اغسله سلاسا وهذه العدة بالسلاس للتنقية وللإنقاء وانزع الجبة لأنه لا يليق ولا يصح للمحرم أن يلبس مخيطا ولا محيطا ولا أن يمس طيبا ولا أن يقص شعرا أو زفرا إلى آخر محظورات الإحرام ترجمة نانسي قنقر